السلام عليكم أنا جوجو من قناة جي ساجر والفيديو اليوم سأتكلم فيه معاكم عن ايش أشيل في شمطتي اوه اللي أشيلها معايا في الطيارة للرحلات الطويلة فحيكون what's in my bag بس Airplane Edition طريقة اختيار للشمطة تعتمد اعتماد كامل على لو انا رح اخذ اللابتوب معايا لو ما كنت رح اخذ اللابتوب اخذ شمطة اصغر لكن بما انه شاي اليوم معايا اللابتوب فاضطر اني اخذ شمطة اكبر هذه الشمطة من H&M احب اخذ اللي تكون بيت زكي وكمان يجي معاها الحبل كمان الحلو فيها هذه الشمطة ان حتى لو ان توصلي مكان البلد اللي انت ريحت له تقدر تستخدميها لو انت حابة تخرجي في اي مكان هناك لانه تقدري اتقفلي هذا الشي اللي هنا وتصير الشمطة اصغر واخف اوكي يلا نبدأ اول شي رح اطلع عن الشنطة اللي هو اثقل شي في الشنطة اللابتوب كمان اشيل معايا في الشنطة دفتر وقلم رغم انه احنا في عصر التكنولوجيا وخالصا يحتاج رغم معايا الجوال لكن معرف لي دائما ارتاح لما اكتب اكثر من اني اكتب على الايفون كمان اشيل معايا كتاب في حال انا كنت طفشانة من اي شي من الموفيز اللي في الطيالة اقدر اقرأ كتاب الكتاب اللي حاليا جزي اقرأه The life changing magic of tidying طبعا لازم اخذ جوالاتي واحد جوال شخصي واحد جوال الشغل سنجلاس اوش انا مرة سيئة المفروض ان احطها في شنطتها بس عشان شنطتها كبيرة فما احط احطها في شنطتها طيب باقي الاشياء انا مقسمتها على شنط عشان تكون سهل علي لما ارتب الاشياء او لما ابغشيني فرح ابدأ معاكم بشنطة النظافة الشخصية عادة ان هذه الاشياء يفضل انك تاخليها بشنطة بلاستيك عشان لو تكب او تفك اي شي ما يعدم الشنطة كلها وما يخرب لك شي لازم تاخذ معاكم وايبس انا اول ما ادخل على الطيارة لازم اشيل واحدة امسح فيها المقعد اللي انا جاسة فيه والتي في كمان احب اخذ معايا ماسك زي ما قلتلكم هذا الاشياء اللي اخذها لو كانت الرحلات طويلة اوكي الرحلات الطويلة وجو الطيارة شي جدا جدا سيء على البشرة لانه مر يجرففها فمهما كانت بشرتك دهنية او عادية ايلا ما رح تتضرر من جو البشرة من جو الطيارة النجاف فحلنا ناخذ معنا ماسك هذا ماسك فيه ماسك للوجه وفيه ماسك لتحت العين كمان اخذ سليبي ماسك مو بس بشرتك اللي تعاني من الجفاف في الطيارة اللي انا كما قلتلكم جو الطيارة وجدا عالي مرة يسبب الجفاف للبشرة احيانا حتى العين فاحيانا احس عيني تصير حساسة وتصير مرة ناشفة في الطيارة فدائما اخذ معايا قطرات عيون كمان مع موضوع الترطيب للوجه لا ننسى الترطيب لليد فانه اي مرتب لليد يكون طبعا اقل من 50 ميلي كويس ناخذ عشان يدخلوا جو الطيارة مرتب للشفايف لانه برضو منطقة الشفايف منطقة حساسة تتأثر بالشفاف في الطيارة لو انت جاسة في الطيارة الوقت طويل ممكن تروحي الحمام كمان مرة كويس ناخذ معاك فوط يومية بس عشان انت عاش حتى لو تغيريها من فترة عشان انت عاش شي كويس لو كنت رايح المكان انت عارفة انه سيعتبر تغيير جو عن مدينتك او على الدولة اللي انت عاش فيها انصح تاخذ معاك فيتامين سي انا واختي عبير كل مرة في الطيارة لازم نطلب منهم ماء في كاسة واحط انا فيتامين سي فوار وهي كمان عشان نقلل الاصابة بالامراض او نسيت احط كمان بنادول او مسكن مسكن الام لو سقط جروح ما تدريش ممكن يصير وممكن تحتاجيها كيو تيبس او او اعواد تنظيف الالن كمان شي مهم انك تاخذ فرشة اسنان ومعجون اسنان هذا الشي شوفت النمو قلت لكم على الجفاف اللي على الطيارة احيانا الجفاف يصير حتى في التنفس فيصير لما تتنفسه هو يقلمك لانه مرة مرة جاف خصوصا انت بسافر الاماكن باردة ايه انا صح تشتري هذا الشي انا ماني عارفه بالضبط بخاخ انف كل اي عالك تسوي انك تدخلي في خشمك بخي مرتين بس تبخي مرتين مرة يساعد ويريح عملية التنفس ووقت الطيارة لانه يكون الجو مرة جاف كم مرة كويس هذه كل الأشياء موجودة في البلاستيك بعد بعدها نجي لشنطة الميكب ما انت مجبورة طبعا ان تحطي ميكب في الطيارة او تحطي ميكب قبل ان تنزلي بس انا احب ان اكون مرتب شكلي لانه غالبا في اغلب الأوقات اكون اعمل فلواج كف فما احب اي شنطة ميكب لانه طبعا اختيار شخصي انه احسد ان ان تحبت شي معك لكن كلما كانت الادوات اقل كل مكان احسن احب اسمي هذه الشنطة شنطة الالكترونيات اشيال الشنطة فيها يعني سماعة الالن ام شاحن اي فون او شاحن اللابتوب بتعرفوا كم كبير شاحن اللابتوب فليش احطه في الشنطة لاني ما احب احطه في الشنطة الكبيرة ويتصير متعلق في أشياء ثانية لذلك كده يكون هنا مكانهم واحد متعلقين في بعضهم مع الأشياء ثانية اوه كمان عادة نشيل معانا ميست للوجه عشان ينعش طبعا بديهيا اكيد لازم نشيل معك الباسبورد اكيد ما هتكون في الطيارة لما معك الباسبورد الباسبورد حقي او الكوفر من بريفت اوه نسيت اوريكم عطر دائما اخلي معك عطر صغير لان عشان حلو ما احب احط عطر في الطيارة كثير لانه دائما افكر ممكن اللي حوليني ما يعجبهم ريحة العطر حقتي ممكن يضايقوا بس عارفين من وقت الوقت احط شي مرة خفيفة عشان احسن انه ممتاع شياني باني شيان في الشنطة كلهم منازيل هذه منازيل تشيل الميكوب في حال انت كنت في الطيارة يعني طاعم المطار قد راحة الطيارة للمطار ثاني تكون حاطة ميكوب تستطيع تشيله عشان تحطي كريماتك تحطي الماسك الشيئ الأخيرة اللي انا مره انصح فيه كل بنت اليه هي منازيل او فوض حنيوية سوف أتحدث عن ذلك سوف أتحدث عن ذلك هذه المناديل تشعر بالانتعاش كل شيء عندما أنت جالسة في كرسي الطيارة الفترات مرة طويلة أشعر أنك ينعشق لما تجي تغيري الفوط اليومية تستطيع قبل أن تستخدمي هذا تمسحي فيه تشعر بالانتعاش أنا مرة أحب أحساسي الانتعاش بعد أن تلبس الفوط الصحية أو الفوط اليومية على شيء نظيف لا أعلم كثير مركات تسوي من هذا الشي فأنت روح تشوف في الصيدلي حقتك شيء ناصبك بس مرة مرة أنصح فيها وبكذا يكون وردتكم كل شيء معي في شنطة السفر في الطيارة لو أنتم عندكم شيء مهم اكتب لي هو في التعليقات تحت يصير ممكن يستفيد منكم وكمان وكمان اكتبوا لي ما حبيتوا الشيء من أشيلة لأشيلتها إن شاء الله بإن الله رح تشوفوني من فترة لفترة في قناة لوليا أنزل لكم مواضيع عن السفر لو حابين تشوفوا قناتي للسفر والسياحة أخذكم معي حول العالم رح بحط لكم القناة تحت في صندوق الوصف كمان في شيء ما أقول لكم هو ممكن تكتبوا لي أسئلتكم الخاصة بالسفر في التعليقات تحت يصير إن شاء الله فيديو قريب رح أجاوب عليها رح أفتح التعليقات أقرأ أسئلتكم الخاصة بالسفر وأجاوب وفيدكم كل شيء يقدر عليه لو حبتوا الفيديو سووا لايك ولا تنسوا تشتركوا لقناة لوليا كمان اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حقا